أن يكون لبنان تحت التهديد الإسرائيلي يعني في المنطق أن يحاول كسب الأصدقاء والحلفاء ولكن في اللامنطق اللبناني يعني تهديد حزب الله باستهداف قبرص في حال سمحت إسرائيل باستخدام منشآتها العسكرية علما أن الجواب أتى من نيكوتيا لسنا متورطين حزب الله فنان في صناعة الأعداء وهذه الصناعة محترف فيها والدليل هو النموذج اللبناني حزب الله أنجز مهمة نوعية في هذا الإطار بأنه فعلا جعل لبنان جزيرة منعزلة يعني قد تبدو قبرصية الجزيرة لا نحن الجزيرة الجزيرة المنعزلة في علاقاتنا الخارجية لاحظنا كيف تم تقويد العلاقات لبنان العربية إلى حد كبير أيضا لحظنا كيف تم تقويد العلاقات حتى مع الدول الغربية فورا صرع لبنان الرسمي لمحاولة احتواء تداعيات تهديد حزب الله مشهد ليس بشديد أنا أفترض أن إذا كان هناك ملفا جديا حقيقي بما يتصل بمخاطر أن تكون قبرص قاعدة لبرب لبنان أنه يتأدم ملف جدي وحقيقي لوزارة الخارجية أو للحكومة اللبنانية وأن تقوم هي بهذا الدور طالما أن هناك ثقة يعني إذا أنا بوثأ بالحكومة وواثئ برئيس الحكومة فلماذا أنا أذهب إلى هذا الكلام وهذا اللي بيأخذنا على الفكرة الأساسية أنه وظيفة هذا الكلام ما إلا علاقة بلبنان فالتحذير بحسب المراقبين ليس سوى رسالة إيرانية إلى الاتحاد الأوروبي بغلاف اللبناني لدفع الأثمان توقيت الرسالة يمكن بدأ وكانه له علاقة بإسرائيل لكن في الجوهر له علاقة بحاجة إيرانية لتوجيه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي خاصة أنه الاتحاد الأوروبي لطالما كان في فترات سابقة في موقف لين بالنسبة للملف النووي بالنسبة لأضايا عديدة بتتعلق بإيران وشهدناه في المراحل الأخيرة متشدد ربما أكثر من الأمريكيين والأمريكيين اللينين وخاصة فيما يتعلق تحديدا بالملف النووي الإيراني لم واجهة مباشرة بين لبنان وقبرص إذن في ظل الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي الإيراني العميق بعدم توسيع الصراع ولكن تحت صقف الحرب الإقليمية دائما ما يدفع لبنانيون الثمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر